صباح الخير روتين بسيط روتين تنظيف النيش وتلميع الصيني بطريقة مختلفة من غير ولا نقطة مية ولا صبون ونرس الصيني بطريقة بسيطة ومعلومتين كده الكل عروسة والكل ام بتجهز بينتها بس قبل مبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك وشير لكل حبيبكم وصحابكم واللي لسه اول مرة يشوف قناتي اتمنى ان انتو تشتركوا فيها واتنوروني هنا بقى زي ما انتم شايفين طلعت كل الحاجات اللي في النيش واللي في البار بس قبل ما طلعهم كده حطيت الدفاية على الترابيزة زي ما انتم شايفين لان الترابيزة عندي كلها ازاز فطبعا مش هينفع طلع الصيني على الازاز يبقى ازاز على الازاز فده غلط على اساس لا قدر الله لو حاجة وقعت منك غزب عنك وانت بتحطيها ولا حاجة ما تتكسرش فالدفاية دي هتبقى حاجز ما بين الصيني والترابيزة هنا زي ما انتم شايفين طلعت بقى الصيني اللي في البار واللي في النيش بس وانا بطلعهم اخدت كوبية كوبية وكاس كده وانا بطلع منيش على طول كان معي الجلانس بس قبل ما لمع بالجلانس نظفت التراب من على الكاس اهم حاجة ان انت تنظفي التراب اللي على الكاس او اللي على الكوبية بحيطة قمشة مضيفة معاكي وبعد ما بتنزل التراب منها لان طبعا الحاجة بتبقى ماركونة بقالها فترة في النيش فلازم تتنظف كويس وبعد كده لو انت شوفت الى يعني لو انت لقتيها محتاجة انها تتلمع بتلمعها مش محتاجة انها تتلمع يبقى خلاص انت مسافة ان انت بتمسحها من التراب بتلاقيها خلاص هي نظفت معاك لان ما بيقباش فيها حاجة بس انا هنا اه وانا بطلعها منيش نظفت التراب وبعد كده لما اعطاها بالجلانس من بره ولا حطت فيها مياه ولا صابون ولا اي حاجة لان طبعا موضوع المياه والصابون وعشان تحطها في مياه والصابون بترجع تشط فيها بمياه تاني فتاخد معاك وقت كبير جدا فموضوع الجلانس ده هيبقى سهل لك وممكن برده بمناديل مبللة مكان الجلانس هنا زي ما انتم شايفين بقى انا خدت النيش كده كله لماعته بالجلانس لماعت كله زي ما انتم شايفين هي طبعا في مرايا جوه والازاز كله ده لماعته بالجلانس ولمعت برده الباب النيش من بره منظفته زي ما انتم شايفين طبعا انا اول حاجة هنا هبدأ بيها الصيني هحط الصيني تحت خالص كده هو في المقعدة بتاعت النيش اللي تحت خلص الخشب دي لان طبعا معروف ان الطاقم الصيني بيبقى تقيل طبعا الطاقم السرفيس بيبقى محطوط تحت خالص في النيش طبعا لو النيش اكبر من كده هياخد الطاقم كامل انا هنا محطتش الطاقم كامل يا دوبت بس حطت اللباء والمطابق والحاجات اللي انتم شايفين ها دي واخدت تقومت الشاي وتقومت القهوة حطتهم في البار دلوقت هتشوفوهم بعد ما رصيته هنا زي ما انتم شايفين رصيت الطاقم السرفيس تحت خالص كده وهنبدأ بقى في الرف اللي فوقه هتشوف انا هعمل ايه دلوقتي عايزة كده بقى ايه وانا برص وانتم بتشوفوا كده الفيديو عايزة اقول كده كلمتين عايزة اقول ان الحاجة كتيرة للنيش غلط يعني بجد مفيش احسن من البساطة ومفيش احسن من الحاجة ما تبقى بسيطة جدا وتبقى رقيقة هنا ايه يعني الكل ام بتجهز بانتهى ما تجي بيش حاجات كتير وخلاص لقى هاتي حاجات قيمة وحاجات حلوة بس تكون حاجات بسيطة وقليلة لان الحاجات الكتيرة دي ما بتبقاش حلوة وفي نفس الوقت النيش لما الحاجة بتكتر فيه بيبقى مش حلوة الحاجة بتبقى مش ظهرة فيه يعني انا هنا كنت طبعا طبعا احنا بنحب التغيير عمتان انا النيش كنت رصاه غير كده خالص بس كنت مدفسة بطريقة فضيعة لان الحاجة كتيرة فكلما الحاجة بتبقى قليلة كلما الحاجة بتبقى بساطتها بتبان فيها فما فيش احسن من البساطة بجد هنا زي ما انتم شايفين حطت طقم الشاي وجنبه طقم الخشاف وهنا بقى الرف ده برضو هاتشوف الوقت هحط فيه ايه حاجات بسيطة جدا يعني مرددش زحم الدنيا خالص على اساس ان الحاجات بان فيه هنا حطت طقم الحنش اللي هو الشاي وجنبه طقم الكاكاو عايز اقول لكم كمان ان طقم السيرفيس بيتجاب للنيش بس ما بيتجارش للمطبخ لان دلوقتي معادش حد بيستخدم طقم السيرفيس للمطبخ لان معظم طقم السيرفيس نصه مش بيستخدم للمطبخ بيبقى كركبة وزحمة على الفاضي فدلوقتي نازل طقم عشال وقت نازل طقم البورسالين بجد تحفة جدا جدا انا عندي قطر في حاجة المطبخ وتقليل في حاجة النيش بجد الى ان حاجة المطبخ طبعا احنا استخدمتنا كتير فبنحتاج لحاجة المطبخ اكتر فطقم العشا وطقم البورسالين ده استخدماته اكتر في المطبخ بدلا ما تجيب طقم السيرفيس للمطبخ بيجيب طقم عشا وبتجيب أو طقم بورسالين ما فيش حاجة بتخصى انا قصدي اقول يعني كل ما بتقطر في حاجة المبخ مش مهم لكن حاجة انيش تبقى حاجة بسيطة وحاجة رئيئة وحاجة قليلة تبقى احسن لان ما فيش احسن منبساط هنا زي ما انتم بقى شايفين الرف العلوي حاطت فيه كبيات وكسات ويعني حبيت كده شكل وحطة الوان كده مختلفة دهبيات وابيض على اساس مايبقاش كله لون واحد ومايبانش زي ما انتم شايفين حاطت الكسات ونايمت الكسات كده على الارضية حاطت كبيات كده على الجنب كبيات للعصير كبيات للمية كبيات كده اللي هي المذهبة دي يعني حبيت اعملها بالطريقة دي ما عرفش بقى الراس هيبقى حلوة ولا لا بس انا حبيت اقول المعلومتين دول ان انتي تقليلي في اللانيش وتقطر في المبخ حاجة المبخ استخداماتها واستعمالها كتير عن حاجة النيش حاجة النيش احنا كده كده بنبقى حاطيني الحاجة للذكور وللزينة فحاجة المبخ بنستخدمها فطبعا اما بتقط يعني ما تقليلي من حاجة النيش بس تجيبي حاجة قيمة وحاجة غالية كده وحاجة بسيطة احسن بكتير مقتري وفي نفس الوقت مش هتلاقي مكان للنيش مش هتلاقي مكان تحط الحاجة في النيش فكده كده حلوة قوي 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 يعني فطبعا بقى طبعا دي مش كل الحاجة اللي كانت على الترابيزة اللي في النيش انا خدت بقية الحاجة اللي فاضت معايا حطتها في قلب البار دلوقتي هوركم البار بعد ما رصته برضو حطت افي هنا ده كده رص النيش كده خلصته خلاص والوقتي هتشوفوا معايا البار رصته عامل ازاي عايز اقول لكم ان دي نصيحة بس مش اكتر وفي الاول وفي الاخر دي حاجة بترجع لك وانت براحتك طبعا عايزة تجيبي طقم سرفيس للمطبخ بتجيبي بس ده رأيي وده اللي انا لاحظته مع الايام ومع السنين اللي لاحظته ان طبعا طقم السرفيس ملوش اي لازمة للمطبخ اكتر حاجة بنستفاد بيها في طاقة المطبخ هي طقم العشا وطقم البورسالين والبورسالين حلو جدا بيدخل الفرن وفي منه دلوقتي نازل منه الوان وابيض ومط ما بتقدمش خالص فانا حق بتديكم الفكرة والنصيحة واللي عايز استفاد منها يستفاد واللي مش عاجبه خلاص يعمل اللي يريحه انا بس بقول لكم رأيي مش اكتر هنا بقى زي ما انتم شايفين انا بصور لكم نيش كده من اول الاخر وبعد ما ترصي كامل هنا كان في بقى اللعب اللي انتم عارفينها ليا بتجيب كده للذكور للنيش اللي هي الفوزة الصغيرة عصفور اي حاجة عندكم انا حطيتها كده ما بين الحاجة كده تديها كشكل وك يعني كدكور يعني مش اكتر هنا بقى دل بور رصيت بقية الحاجة فيه زي ما انتم شايفين دي كده كان كذا طقم الشاي كده ومع طقم قهوة حطيتهم زي ما انتم شايفين كده فوق وتحت بقية طقم السيرفيس اللي هو طقم القهوة وطقم الشاي برضو حطيته يعني حبيت اجمع كده الحاجات اللي فاضت كلها وفيه كسات يعني شوية حاجات كده انا ممكن يكون الرصي بقى كده كده متداري في البار من جوه فانا ما اهتمتش بالرصي قوي بس هنا حبيت اوريكم انا عملت ايه في بقية الحاجة اللي كانت على الترابيزة وهنا الادراب حطيت فيها الكوبيات والكسات زي ما انتم شايفين لان طبعا اللرفوف بتاعة البار كانت مقضتش معايا فحطيت في بقية الادراب بس كده الفيديو خلص اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا باي حاجة حتى لو بحاجة بسيطة اشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو جاي مع السلام شكرا